وفي عاشراء قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وهو ولي الله وحبيب الله وحبيب رسول الله وحبيب علي وفاطمة وهو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام السيد الإمام الجليل السعيد الشهيد خرج لإحقاق الحق وإبطال الباطل رأى الفساد ينتشر في طول البلاد وعرضها خرج للإصلاح لم يكن منتحرا ولا كان ظالما ولا كان معتديا كما يكذب عليه بعض زنادقة المشايخ لا حول ولا قوة إلا بالله مشايخ زنادقة ماذا قال هذا الزنديق المشبه المجسم عدو الله وعدو الإسلام وعدو رسول الله وعدو فاطمة وعلي والحسين قال لعنات الله عليه قتل الحسين بسيف الشرع وقال قتل بسيف جده ماذا يريد الملعون دفاعا عن السلطة الظالمة يقول إن الحسين كان قد خرج على الخليفة فاستحق القتل والعياذ بالله هذا شيطان هذا ليس شيخا هذا عفريت بصورة شيخ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين قال فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحبهما الرسول يدعو للمسلم الذي يحب الحسن والحسين بأن يحبه الله نحن نحبهما أكثر من عيوننا وأكثر من آبائنا وأمهاتنا وأكثر من أبنائنا وأكثر من أرواحنا قال فيهما رسول الله هما ريحان تايا من الدنيا هذا الحسن وهذا الحسين رضي الله عنهما وكان ذلك في عاشراء أي مقتل الحسين وهناك حصلت العجائب والغرائب من ظلم جيش الظلم من فسق وفجور الظلام الطغم الخبيث الفاجرة التي قتلت الحسين وقتلت أطفاله الرضع وقتلت الأبرياء وأرعبت النساء بل ماذا فعلوا لعنهم الله بعدما حز رأسه الشريف جعلوا الخيل قطأ صدره المبارك وهو الذي كان عندما كان طفلا يأتي بين يدي المنبر النبي ينزل عن المنبر فيلتزم الحسين يقبله يحمله يعود به إلى المنبر هذا الحسين رضي الله عنه وأرضاه والذين اشتركوا في مقتل الحسين عجل الله عليهم العقوب في الدنيا قبل الآخرة وجعلهم الله عبرة للمعتبرين فمنهم من مات ضمأا ومنهم من مات حرقا ومنهم من اسود وجهه ومنهم من قال أنا اشتركت في مقتله وما أصابني شيء فوقع لساعته فمات قال الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فكيف إذا كان هذا الولي من سادات الأولياء وهو الحسين عليه السلام ولعنات الله متتاليات على من أمر بقتل الحسين ولعنات الله متتاليات على من أمر بقتل الحسين وعلى من سعى ونفز وعلى من فرح أو رضي بذلك كلما قام عبد أو قعد ثم في مقتل الحسين عليه السلام احمرت السماء في النهار وقيل امطر ذلك اليوم مطرا غليظا كان يرى أثره كالدم على السياب وكانوا إذا قلبوا حجرا في بيت المقدس وجدوا دما عبيطا تحته في يوم مقتل الحسين احمرت السماء وظهرت النجوم في النهار كل هذا آيات وعلامات على شدة هذا الظلم واليوم لئن لن ينتهي ولئن لم ينتهي ولن ينتهي الظلم فلينظروا إلى عاقبة الظالمين فلينظروا في تاريخ الظالمين كيف أن الله قصمهم ودمرهم وأهلكهم وجعلهم عبرة للمعتبرين فليطعز الظلام قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال عليه السلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وفي ذلك المشهد المهيب والمريع والمرعب والمخزن والمبكي خرجت السيدة زينب رضي الله عنها أخت الحسن والحسين بنت علي وفاطمة رضي الله عنهم جميعا خرجت من خبائها رأت ذلك المشهد الذي يبكي القلب قبل العين كيف أنهم مسلوا في ذلك الجسد الطاهر وكيف قطعوا ذلك الرأس الشريف وكيف وكيف بكت صرخت نادت نادت استغاست استغاست بجدها الرسول قالت يا محمده يا محمده صلى عليك ملائكة السماء وهذا الحسين مقطع الأعضاء مرمل في الدماء وبناتك سبايا وزريتك مقتلة تسفي عليها الصبا يا محمده فأبكت الصديق والعدو وبناتك سبايا